خبراء الاقتصاديين الذين قالوا أنه الشوق العراقية ستشهد تضخم وارتفاع في مجتويات تضخم خلال مرحلة المقبلة خصوصا إذا ما أقرت الموازنة بمبلغ 152 مليار دولار هذا الرقم الضخم سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم بالعراق تتفق مع هذا القول أم لك ملاحظات أخرى عندما تكون هناك حجم موازنة كبير يؤدي ذلك إلى زيادة تضخم التضخم سيأتي من عاملين وحتى نبسطها بشكل بسيط للجمهور حتى يفهم وين سيصير التضخم وارتفاع الأسعار أولا الموازنة بحدود 199 تريليون دينار المبالغ هذه الحكومة العراقية تأخذها من البنك المركز العراقي أو تبيع الدولار التي تستحصل من إرادات النفط إلى البنك المركزي العراقي وتبيعها إلى البنك المركزي والبنك المركزي يعطيها الدينار العراقي للحكومة العراقية إلى وزارة المالية اليوم الحكومة العراقية إلى وزارة المالية نعم البنك المركزي يبيع سنويا بحدود تقريبا 70 مليار دولار الذي تعادل تقريبا بحدود 100 تريليون دينار عندما تكون الموازنة بحدود 199 تريليون دينار هذا يعني أنه هناك تقريبا فارق بحدود 99 تريليون دينار يجب تعويضه أما من خلال زيادة مبيعات البنك المركزي اليومية من الدولار إلى السوق المحلية حتى يكون قادر على استيعاب أو جذب الدينار العراقي إلى البنك المركزي من يجل إعادة بيعه إلى وزارة المالية أو أنه يضطر في بعض الأحيان نتيجة عدم قدرته على بيع هذه الكمية من الدولار بالتوجه إلى زيادة العملة النقدية المصدرة وبالتالي البنك المركزي اليوم لا يستطيع في أحسن الأحوال أن يبيع أكثر من 70 مليار دولار سنويا لأن هناك محددات على موضوع بيع العملة تم تيقاف الكثير من عمليات التحويل يعني كنا نعرف القصة فبالتالي هناك احتمال كبير جدا بأن يقوم البنك المركزي بزيادة العملة النقدية المصدرة ومن المعروف اقتصاديا عندما ترتفع العملة النقدية المصدرة مقابل قلة الاحتياطات هذا يؤدي طبعا إلى زيادة التضخم هذا الجانب الأول وهو أن هناك نسبة كتلة نقدية ستكون صادرة من البنك المركزي مقابل انخفاض بالاحتياطات هذا سيؤدي إلى زيادة التضخم لنتيجة تراجع قيمة الدينار العراقي نتيجة وجوده بكثرة في السوق هذا الجانب الأول الجانب الثاني جزء كبير من المصروفات التي وضعت في الموازنة هي مصروفات تشغيلية وأيضا استثمارية لكن الجزء الأكبر تشغيلية والتشغيلية بالتالي عندما أي موظف يستلم راتبة أو تزيد المصروفات التشغيلية ويزيد عدد الموظفين بالتالي يذهب إلى انفاقة بسوق ويؤدي إلى تغيير نمط الاستهلاك لدى المواطن العراقي وعندما يرتفع نمط الاستهلاك يعني المواطن اللي كان يشتري مثلا بمية حيشتري بميتين ألف أو أنه موظف تعين قبل ما كان يصرف اليوم حيصرف هذا طبعا هيؤدي إلى زيادة الطلب على السلع بالسوق المحلي وعندما ترتفع